اشتركوا في القناة ان كل الكواكب دعمك كله دعمك الا بس في بعض التراجعات وتأثير الشمس المتواجدة في خلال شهر يناير بالذات يعني احنا عندنا النص التاني من يناير مش هيبقى قلطة في حاجة بالنسبة لك في بعض الامور هنتكلم عنها بالنصيح لكن غير كده انت تمتلك حظوظ اخرى مختلفة خلينا نتكلم الاول على تأثير الكواكب انت طبعا مدعوم من تأثيرات كوكب المشتري المتواجد عندك وده بيدي لك الحظوظ المتكملة بتبقى انت ممكن تبقى ماشي حتى تأثيرات الشمس الموجودة في برج الدلو منزلك الاثناشر او تراجع عطارد الموجود في برج الدلو حتى كمان الحركة الامامية بتاعت عطارد اول يناير ده بيأثر عليك تأثيرات بتبقى شوية ضغطة بتخليك ان انت مندفع في القرارات او ان انت عايز تتقدم وخلاص فبالتالي مش بتحسب لبعض الامور مستعجل بشكل جدا قوي او متكاسل ببعض الامور المهنية هيكون عندك ده او نوع من انواع التحدي مع اعداء بشكل كثير خاص اخر الاسبوع الاخير اخر 10 ايام ببعنا اصح فانت يا برج الحوت دي العكوسات شوية الى ان انت بتبقى عندك الاختلافات وعندك المشاكل وعندك الحاجة اللي ممكن توقعك في اعمق حفرة واعمق كبير وتعرف تطلع منها اللي هو اي ده انا طلعت منها اهلا وسهلا فعندك ده بسبب تأثيرات المشتري الموجودة عندك يعني تبقى هتوقع في المشكلة وتطلع منها تبقى مش عارف ايه عارفين اللي هو بصوا هو عايزين نقول ماشاء الله يعني برج الحوت هيبقى ماشاء الله احنا كنا وغدينها دك 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 اللي هو يعني تعبنا خلاص لا خلاص جي فترة هتبقى جيدة كتير بس يجب استغلالها ما هو يجب ان انت تاخد الخطوة عارف تأثيرات المشتري بالزبط يعني ما هو كوكب الحزوز اه بس الفكرة كلها انك لازم تبقى واعي قوي قوي الحاجة معينة ان الحزوز بتيجي من خلال اخدانك خطوة اخدانك خطوة يعني خدت خطوة ايجابية هيدعمك انك تكمل هيدعمك في انك تواصل هيدعمك بالطاقة هيدعمك بالحزوز من خلال الناس اللي حواليك لكن لكن لو انت مخدتش خطوات هيدعمك في ايه فاهميني هيبقى بتجيلك الفرصة الحد عندك طب انت مخدتش الفرصة ليه فاهمين اقصود ايه لكن لو قعت في مشكلة ممكن تقع كان مثلا تتكعب الرجلك لكن مش هلوها مش هتتعور يعني فاهميني او طبقى حاجة خفيفة دي برضو من تأثيرات الحزوز انا بس وعرفك تأثيرات الحزوز فيما تعني اللي هو مش مثلا معنىها ان انا اهمش اطير في السماء وابقى فوق الناس كلها مش اللي هو الحزوز اللي فيما معنى هذه الكلمة لان في ناس معتقدة كده معتقدة والله بجد وانا عايز اقولكم ان انا جات لي رسائل كده اللي هو انا اللي ارادة حقيقي ولا والله بجد يعني فالمهم بس اكيد يعني اللي هو باخد الصدمة وبعدين احاول الرد كويس اكيد الناس بالتبعينوا عارفة مين اللي بعطين عارفين هم مين يعني فبرج الحود فانت عندك الحزوز هتيجي في كل درجة سعي المال هيجي لك مش هينزل مطرق هيجي بالسعي فهمني والله بقولها الناس معينة انا عارفة ان مش كل نفس التفكير بس ممكن يكون على حسب سن صغير ببقى مش معين او للامر او غير يعني ايه المهمة فبرج الحود انت بالنسبة لك الحزوز متوفرة ليك من امتى متوفرة ليك من النص التاني من فبراير طب هو انا معنى كده ان انا عارفة شهر ونص ما عنديش حزوز لا مين قال كده انت في عز تراجع الزهرة المتواجد في برج الجادي في شهر يناير انت عندك حزوز عاطفية وعندك علاقات عاطفية وعندك علاقات صداقة تتحول لعلاقات عاطفية وعلاقات لها علاقة بالشأن المهني برغم ان وجود اعداء الى ان هيكون فيه اشخاص قادرين على ان هم يقلبوا الحاجة من ضدك لمعاك قادرين ان هم يساعدوك وينقذوك خاصة من الجنس الاخر لانه اورانوس موجود في برج الصور وده بيأثر كتير على العلاقات لانه بالنسبة لك المنزل الثالث وده بيخليك ان انت من اول الشهر يعني فانت هتلاقي نفسك علاقات وقرب مع شخصيات وعلاقات صداقة تتحول لعلاقات عاطفية خاصة خاصة ان تأثير اول عشرين يوم الشمس موجودة في برج الجادي وده منزلك الحداشر منزل الاصدقاء فاذا انا عندي منزل اصدقاء وعندي منزل علاقات وتقوية علاقات ايه يا تقيين يعني فيه روابط قد ايه رائعة عرفتوا انتوا ليه محظوظين عاطفيا عن بعض الابراج او عن كتير من الابراج اللي عندهم مشاكل عاطفية برغب انه ممكن يكون عندك حذر في الوضع العاطفي شوية في بعض الامور عندك حذر يعني من العصبية والتصرع والتكاسل ففيه بعض الحذر شوية لان انت احسن الناس طيب بالنسبة يا برج الحوت ما انا بعرفكم ان انتوا عندكم حظوظ في اجواء معينة كمان انتوا نيبتون متواجد عندكم وده برضو بيقول علاقات على فكرة يعني نيبتون ده بيخلي بيعمل علاقات جيدة بيخليكم ان انتوا احسن تأثيرات المشتري والتأثيرات نيبتون عندك تعمل كده تخلي الناس تشوفكم والله حبيتك والله هقعف حب بس يقولها فبرج الحوت فعلا كده الناس تشوفكم تحبوكم مش اللي هو حب عشق رومانسية يعني وكده لا المحبة اللي هو احنا نبقى اصحاب نبقى احباب نبقى زي الاخوات او حب عاطفة او حب ان احنا نشتغل مع بعض او حب شراكة مهنية او نقطة ان احنا نتصافة ونتصالح ففيه الاجواء دي كتير يا برج الحوت هتلاقوها عرفتوا الحظوص في ايه طيب بالنسبة لك انت عندك خطوط او حظوص مميزة وخطوات مميزة في الشأن المهني بالزاد من النص التاني من فبراير يعني النص الاول بقى وشهر يناير اللي هو فترة اول شهر ونص من السنة هتلاقوا ان انتوا عندكم ان احنا بنسعى عايزين نتقدم عايزين نواصل او نوصل الحظوص او تأثيرات المشتري بتدعمكم كتير او العشرين يوم من يناير حلوين قوي رغم ان عطارت بحركة امامية في الدلو بس انت بيكون عندك السيطرة او فكرة الارادة والارادة دي هتخليك ان انت تتميز اكتر برغم ان ممكن يكون فيه ضغوط من قبل اعداء او ضغوط من بعض الاشخاص او ان انت في بعض الامور اللي مش عارف تتصرف فيها او بعض المشاكل الصحية او الضغوط الصحية اللي بتحاول ان انت تخرج منها وتخرج لحالة استشفاء فعندك الاجواء اللي زي دي بس واحدة واحدة بتطلع من كل ده بعد مرور اول شهر تعتبروا على فكرة من الناس اللي عندهم حظوص كتير عاطفيا خلال شهر يناير وشهر فبراير من ملوك الحظوص بصوا لا خلاص بقى احنا وصلنا خلاص لان فعلا بتبدأ التأثيرات تبقى قوية جدا جدا قد ايه بتقدر ان انت يبقى عندك طاقة عالية ان انت تستغل الظروف وانك تتقدم اكتر وانك تلاحق خاصة النص التاني ده بتاعك النص التاني من فبراير ده بتاع اصحاب برج الحود طيب بالنسبة يا برج الحود فيه الشأن المهني قادر على وصول لحاجة متميزة ممكن يكون عروض حلوة ممكن يكون بالنسبة لك ان انت بتكون احسن حد افضل حد اميز حد في الشأن المهني ممكن يكون عندك بتمسك ادارة بتاخد جايزة بتحصل على منصب قد ايه رائع ومتميز في خلال اول ثلاث شهور قد ايه بالنسبة لك النص التاني من فبراير ومارس قد ايه قويين ورائعين وكأنك بتقعد كده وتقول لقد فعلتها فاذا انت عندك اجواء متميزة كتير كتير في الشأن المهني بس اللي هو تطلعة محتاجين بس تطلعة اول شهر يناير كده نصبر بس كده اول عشرين يوم بيدعموكم ان انتوا تطلعوا لكن بعد كده لو انت ما خدتش الخطوة وطلعت اتلاقي نفسك بتتشد خلي بالكم الحظ لمن ساعة الحظ للي بيلحق الحظ للي بيلحق وبيلاحق عارفين بقى لو انتوا برج الحوت واتطالع بتاعكم برج الحوت انتوا كده معاديين انتوا كده معاديين او لو اطالع بتاعكم مثلا برج من الابراج النارية زي برج الحمل معاديين وطول السنة انتوا واخدين رمز المهم اما انا مش عايز اقول رموز برضو المهم برج الحوت انت بالنسبة لك الوضع العاطفي اول شهر زي ما قلت لكم ان انتوا عندكم افضل علاقات صداقة تتحول لعاطفة بالنسبة لكم علاقات بتزداد ترابط اكتر وتصالح اكتر انتوا في علاقات متحسنة اكتر مع كتير من الابراج كمان لان انتوا الافضلية ليكم انتوا اللي قادرين على التحسن كمان قادر على ان تخلي اللي سابك يلقف حوالي نفسه كده ويعوز يرجع لك تاني عندك ده عندك ده جدا فكتير هيبقى فيه رجوع للماضي اقول لكم الرجوع امتى برضو اهو نسبة رجوع كلام شفاهي بامور شفاهية الى ان عندك بعد كده بيكون الوضع بيدخل في اطار رسمي اطار رسمي و اطار معلن من النص التاني من فبراير ومارس طب تعرفوا ان انتوا بقى النص التاني من فبراير ومارس وكل ما بتطلع شهر كل ما بتحقق كتير من القوة وبتحقق صدمة للاخرين وبتحقق صدمة للاخرين صدقوني انت هتبقوا من ملوك الناس بس محتاجين فكرة انك تكون مؤمن بنفسك كتير مؤمن بربك جدا وعارف فكرة ان انت لما تبقى عندك سعي وتسعى وتبقى عارف ان انت درجة سعيك دي ربك عمره ما هيغزلك وهيوصلك لحاجة متميزة والله فكرة الاراضة وفكرة الثقة في الله هتخليك ان انت تحتل مناصب عالية كتير جدا جدا فانا عايزة بورج الحوت يبقى كده بورج الحوت فكرة ان انتوا تبقوا مؤمنين بنفسكم او مؤمنين بربكم كتير انه مش هيضيع مجهودكم هتقدروا تعملوا حاجات كتير من القوة والناس اللي واخدها تحدي مع اشخاص ظلمتهم فانت عايز تثبت نفسك وتحقق مكانة وتحقق اكتر الناس النكحين في بورج الحوت اكتر الناس النكحين في ناس نقول لها ابعدوا عن التحديات وما تحطش ده في بالك ووي 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 بورج الحوت حط في بالك ان انت تقوى بيه نفسك وتقوى بشغلك وتقوى بامورك الحياتية بس مش مواجهة مش هواجه لا اقوى بيه ان انا انجح وطور واوصل ووي 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 هتقدر تعمل ده كتير ليه لان عندك برضو هدف حط قدامك هدف معين تمام بورج الحوت فيه الامور العاطفية هنسمع اخبار حلوة قوي خطوبة جواز علاقات مرضية موليد لاصحاب بورج الحوت في الفترة اللي هي اول 3 شهور جدا بورج الحوت بالنسبة لك انت عندك قدرة على التميز وعلى فكرة سأدويني انا بقول لكم باكتر من شكل لان انا عارفة ان بورج الحوت تعب وعنده نفسيته خلاص مش مساعدة بس الناس الشطرة صح هتعرف توصل صح بورج الحوت الوضع الصحي حالة استشفاء بتبدأ معاك من يناير فبراير ومارس احسن كتير في الوضع الصحي بالنسبة كمان ليه الامور الخاصة بالاجواء اللي هي لها علاقة بالعائلة والامور الاجتماعية فيه ممكن يكون بعض المشاكل العائلية او مشاكل قضائية في الامر العائلي الى انها بتتحل بتاخد اجراء او اجواء حلول حلول ودية في خلال يناير بتبدأ تصل للحلول دي النص الثاني من فبراير بتصل الى الحلول بشكل كتير قوي النص الثاني من فبراير انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده بس انا عايز اقول لكم ان الربع الاول افضل كتير تكلمنا عاطفين اتكلمنا مهنيا تكلمنا على بعض الامور العائلية تكلمنا على الوضع الصحي بتمنى ان انا اكون في التقوم بشكور لكم كتير لا تنسوش اللعك واشترك في قناة الفعل بقراءة السلام